السلام عليكم يناس الخير عسلامتكم ومرحبا بكم معايا في هادلا نوفيل فيديو اللي هي عبارة عن روتين متنوع احين شوفوا فيها بزاف بزاف امور ان شاء الله بإذن الله راحين يعجبوكم وتستفدوا منهم احين شوفوا وصفات تحت نظيف احين نشوفوا عناوين نشوفوا تحضيرات لرمضان المهم اقعدوا معايا حتى لنهاية الفيديو اول حاجة بديت بيها اللي هنا يا هو اني نضفت بعض الاسطح نحية الغبرة نقيت شو يا منا شو يا منا هديك اللاغوتين تعكول يوم تعكول يوم الغبرة تعكول يوم لازم تبنزحي سيوغتو هادو ما الاسطح زعمات ليتاب للباي ألوغلا ألوغلا لمابل دونتخي ولا لمابلاشو صيغتو عكلي يكون في الدخل توجوغ تكون فيهم الغبرة معايا اللي تفتح الباب الباب توجوغ يدخل معها الريح يدخل معها الغبرة هادو ما توجوغ دي سيوغفاس لي دنا توجوغ عليهم كيف كيف ليتابل دوش في يعني تحطي فوقهم حاجة تشربتي إذا نتحطيها المهم دوما ليسوا خفاص اللي نستعملوهم بزاف فكل يوم يدنا فيهم سينون سي لكاتسخوف واليوم إن شاء الله نقيت هدوما الأسطح كامل توعي رح نزيد من نقي مام لكوافز ورح نعود نرجع كامل وشكين فوقهم لكن بإضافة جديدة اللي عجبتني بزاف 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 وحبيت نشاركها معاكم إن شاء الله في هاد الفيديو اللي هنا يمسحت كما راكو تشوفوا لتابل دوني تعيدو كجسد لكوافز نحي تكامل وشكين فوقها عاني ننقي فيها أنا نستعمل اللي هنا يا لبرودو تاع زوجاج راني نستعمل فيه حاليا لكلش كسوال البواء يعني الغبرة ولا للزجاج ولا اللينوكس ولا يعني كما نقول الفريجيدير للماشينا لا في نستعمل بزاف بزاف أمور اللغ الإضافة اللي رح نديرها هاد المرة هما عبارة عن مفارش باديل زوجاج وش ما عندها عبارة عن هاد هاد القطع اللي راكو تشوفوا فيها تقدرو تحطوهم على أي يعني مساحة راكو أحبينها كسوالي تابلو لتابدو شفي لكوافز للمبلاشو سوالي بايو تاعكم المهم وش راح نديرو راح نتو سمبلما يبروتيجيو هادو ما الأسطح إلا سل عليهم الماء إلا كان ربما الدرير يخرب شو من فوق الغبرة أي حاجة يعني تسيل عليهم ولا راح هاد المفارش تحمي الأسطح تعنا منهم أنا جيخو فيكو سenthées تخي Leave تخي وع اليش كما قولنا راح ند عمله الأسطح تعنا وثاني 3 تخي بوخشوفوا ib楽 كأنه ما ينويلو فوق ما بالتاعي ماشي حاجة كما قلوو تشمت المظهر يعني ولي المظهر ماشي يجميل وله مش إيشغال طوال صيغة بالعكس ان ديوني عرك يحطا سجاجة من فوق وما تص nighttime الوجود أطفض وبطنية هذا البريناس تعطيك أنا فيه كما شاهدت كنت اضطيته في الموبلة شاوسوري اضطيته فوق الباقي اعطيه منضر بزيف بزيف جميل ونقوله نعاود الشي اللي عجبني انو انضيغي مراني ديرا ووالو ووالو انتوما تعطو لهم بارك المزور تعليم الموبلتاوعكم يبعتوهم لكم مقطعين سوى سوى على حسب المزور اللي بعتو لهم وتحطوهم لبناطة هنخليكم لاباج هادية اللي تلقاو عندها هاد المفارش سيلا باج اي ثري باي هنخليلكم الرابط تع صفحة تحونا على الانستغرام قلت لكم تبعتو ببرك المزور يبعتو لكم هاد المفارش الوغلال اللي عندها دراري صغار فوق طوابل انا كنت كومونديت مام اللاطابل تاعي تاع الصالون ميكم المزور ما كانوش متوفرين فاراني انستلنا وقتاش يتوفروا المزور ونزيد ناخد مام اللاطابل سوكتو سوكتو لاطابل متلا تفرشي لانا بتاعك تاع القماش وتحطي من فوقها هاد المفرش يعني اللي راح يحمي لانا بديالك ماشي مور الماكلات عشي تحكي في ليطاش بالعكس تنحيه تم مسحيه لانا بتاعك تعود يتطويها عادي ما حيلحقها والو لا المالة ليطاش لا تخربيش لا والو 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 اللي هنا يزد فرشتهم فوق اللي طابل دوش فيتاعي شوفوا النتيجة من اروع ما يكون زادوا و ام بتيت بغيان صوت لكم بلا ما تبان اني حطا حاجة من فوق عجبتني بزف بزف النتيجة اللي هنا يجيت حطيت تاع اه دونك الاكوافز اه غير تحطوه يتسقم تمتم يتسقم مع يعني اللي موبل تاعكم و اللي انديري ما كاي نوالو يفا إبوزي لا فارم تاع اي موبل تحطوه يعني فوقو ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله عجبتني بزف النتيجة ان بلوس انني نحمي الاساس تاعي من اي حاجة ربما تخسرو ولا انتاش تقعد فيه تدبر مثلا قهوة ولا سوطو كيما قد لكم اللي طابل دوش فيتحطو فوقهم اكوا قاعدين في الفراج تحطو تيزانة تحطو قهوة تحطو اي حاجة تسيل المهم تخي 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 زيوتيل قوت لكم هايلين بزاف بزاف ما تنسوش راحين تلقاوا الرابط تاع الصفحة في صندوق الوصف ان شاء الله ما نعرف اللي شفيتو في فيديو ما عندوش بزاف يعني كي درت الفيديو تاع يناير وين حضرت الوصفة تاع اغرم لحوال و بيان سور بما بين الانغرديون تاع اغرم لحوال هو النعناع كنت شاي تربطة نعناع وعجبني بزاف بزاف نعناع هداك اللي شريتو فقررت اني نغرس منو دونك خديت واحدة يعني هاكدا يا غصن هاكا تاع نعناع و قلت نديرو في الماء حتى يخرج العرق افكتيفما واحد الاسبوع من بعد اكزاكتو ما واحد السيجوغ هاكاك عاود تجبت هاداك الغصن تاعي تاع نعناع ايفوالا خرج للعرق ما شاء الله ما شاء الله دونك البنات اللي يحبو يغرسو نعناع هايليك الطريقة كيت شيريو ربطة نعناع وشوفو لكالي تتحها شابا اخدوا غصن من هاديك الربطات تاعكم حطوها في الماء وخليوها حتى تخرج العرق كيت خرج العرق لتما رح يننجو نزرعوها داخل الطراب سيجوغتو سيجوغتو راهو جاي رمضان على بنا بليف الشريبة ولحتة في الحريرة يتونس حقو هاكدا شفية نعناع فمليح يكون عنا يصيص هاكا فيه نعناع فخي بلا كمام شوية معدنوس شوية حشيش نغرسو هاكدا فضار يسلكنا يسلكنا خاصة كما قلنا في رمضان جيت لهنا يا دونك غرست النعناع ديالي ان شاء الله يا ربي يكبر و يخلف و يتعمر هاد اللوب و هاده يتعمر كامل و بإذن الله بإذن الله بإذن الله مننا لرمضان ولا غير نشوفو كبر نعاود نصوره لكم باش تشوفو النتيجة ان شاء الله تعالى عاودت دونك لميت عليها التراب و ذوكا رح نعاون النبتة تاعي ندير لها واحد الوصفة سهلة جدا 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 لبنات كتطيبوا القهوة تعكم تديروها في البراس ولا المهم طيبوها التلوة على القهوة لبنات تديرو في بالكم باللي مليحة بزف 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 للنباتات رحي تعطي للنبتة معادي تحتاجها النبتة باش تكبر باش تنمو مليح دونك رح تخص بالطربة التربة تقول لي خصبة شوفو كيفاش تستعملوها تاخدوا التلوة على القهوة تعكم تحطوها هكذا على السطح تع الطراب ديالكم يعني ما تخلطوهاش مع الطراب من التحت حطوها برك على السطح و سقيو النبتة تعكم عادي و ما تضحكوش على المرش تعي هاده هاده ما تضحكو وليش عليه المهم كي تسقيو هكا النبتة تعكم هادو كل ما عادي نحن يهبطو بشوية بشوية على الطراب بتاعكم والنبتة والله تقول لي عندها خضورية وتكبر بوحد السرعة متقدروش تأمنو وشنو متكتروش ماشي كل ما تديروا قهوات رحوا تصبو في النبتة تعكم لا لا وتاني ما من الكمية اللي تحطوها فوق السطح تعالوب بتاعكم ما لازمش تكون كبيرة بزف شتو كما درتانا هكا غير شوية من الفوق هكذا كديرو وخطرها ربما اخترها في الشهر ولا اخترها في الشهرين اللي تقوموا بهذه العملية واذا جربتوها ما تنسوش تقولوا لي النتيجة على النبتات تعكم على بالي بالي هاد لابتي تاس توس رح هتعجبكم بزاف 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 وفالا كملت الغريس تاع النعناع ديالي وكا حنجوزو نوري لكم توجو كتحضير لرمضان على بالي بالي كل ما يلحق رمضان لاغلابية عن نساء يحبوا يشرو في رمضان تقم هاكا صالات جديد يستقبلوا به الشهر الكريم كيان لي تروح به للتراويح كيان لي تصلي به توس امبل امو في الدار ما تحب انو التقم داع كل رمضان يكون جديد حاجة مليحة يعني كل ما نشرو حاجة يعني ما عندها رانا فرحنا بهذاك الشي اللي راه وجاي يشتو كيكون عندكم عرص تشرو حواج جدد يكون عندكم مناسبة تشرو مع بالي شانايا يونغو بتستقبلوا به هالناس كيف كيف نشرو طقم صالات توس امبل امو باش نستقبلوا به ضيفنا اللي عزيز علينا اللي هو هاد الشهر الفاضي اليوم ان شاء الله هاد الطقم راهوا يعني يلحقني منذ مدة طويلة يعني ما نقدبش عندي فيتة واتلت شهور ولا منلحق لي هاد الطقم وما جاتنيش الفرصة باش نوريه لكم اليوم ان شاء الله راني راح نشاركو معاكم قالوا هاد الطقم متكون من 5 بيس السجادة كما كنتوا تشوفوا فيها اللي هنا يا الخيمار شوفوا اللي ديطاي تعود توجوه نحب نوري لكم نقرب لكم الصورة باش شوفوا اللي ديطاي انتوما اللي خيمار هادا جاي في هنبوني من الفوق كامل ساير دير عليه لغالون هادا يشوفوش حال الشباب الفينيسيون والخياطة من اروع ما يكون السجادتان يمخدوهم لداخل لبنات بلاوات ماشي بالإبونج دونك السجادة هادا جاي شغول طرية مش هادوك سجادت ليبسين يعني متقدش من بطويها ولا صوتو صوتو لكان باش تروحي بها التراويح تروحي بها المسجد حيجيك سهل جدا انك تطويها ودريها في كيس يعني ماشي كما هادوك سجادت على إبونج ليجو يعني غيجيد يبسين شوية يتكون هادا الطاقم تاني من هادا لاجوب اللي جاي بلاستيك فلا طاي خي خي كونفورتابل طاي تحصها طويلة وعريضة ما شاء الله هاوليك شكل ديالها و تاني كين دو بوخس بارفومي لبنات هادو اللي يعجبوني بزف بزف في هادا الطاقم يعني الطاقم تاعكم مور ما تكملوا الصلاة يتو تخبيوه يعني تطويوه وينما تحطوه هادو مالي دو بوخس بارفومي باش يقعد الطاقم تاعكم تاع الصلاة يريح اروعة 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 كل ما تجبدو هادا الطاقم باش تصليوه راحينو ما شاء الله تشموا ريحة طيبة جدا 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 يجو دو بوخس هادا بل امام كولوغ بيان سيخطاع القماش عجبتني بزف بزف هادا الفكرة هاليك النتيجة على هادا الطاقم يكون ملبوس من اروع ما يكون الوان وشابة الموديل وشباب الفينيشون وشابين البنات اللي حبت نفس الطاقم عليها غير تزور هاد الصفحة مابوتيك راح نخليلكم ان شاء الله الرابط تحتها في صندوق الوصف اتدخلوا ان شاء الله راح تكونوا راضيين على الشي اللي راحين تكمنديوه بإذن الله تعالى انا اللي هنا يعني جربتوا قدامكم جاني من اروع ما يكون قلتلكم تخيكم فوق طابل عجبني بزف تمنى ان شاء الله انه اي وحدة شافت هاد الفيديو انا راني اللي هنا نصلي وندعي اي وحدة شافت هاد الفيديو تقول اامن بلما تعرف وش راني ندعي ان شاء الله يا ربي يقولوا لي اامن وان شاء الله ربي يحقق الامنية على كل واحد اي وحدة راي في قلبه حاجة ربي ان شاء الله يا الله في هاد العواشر مع قدوم الشهر الكريم يخلينا حتى حاجة في قلبنا ان شاء الله يا ربي اي وحدة رهم تمني حاجة وتكون فيها خير له في دينه ودنياه وعاقبة أمره إن شاء الله يا ربي يحققها له عاجلا غير آجلي إلا كان واحدة ويسن في السكنة إلا واحد عنده مرض ربي يشفيه منه إلا كان واحد دمت مني حاجة محرم من حاجة يا ربي ما تحرمنا من حتى حاجة في هذه الدنيا وعدتنا بالإجابة إذا دعينك فاستجب يا مجيب الدعاء فالبنات دو كان جزء للفقرة الموالية من هذا الفيديو ولا هي عبارة عن وصفة بقشور الليمون كنت في الفيديو السابق حضرت عصير الليمون جزء من كتحضير تاني لشهر رمضان خلاص دو كان أنا دخلنا في التحضيرات قد لكم في الفيديو السابق حضرت عصير الليمون إن شاء الله لشهر رمضان وقد قد لكم ما ترميوش القشور حتى نشوفوه بعض الوصفات أنا وياكم كوصفة أولى شوفوش رحين نديروا رحين نديروا منظف إن شاء الله ناخدوا هكذا أول ماغمية نديروا فيها أنا اللي هنا درت لتر ونصف من الماء نحطوا كمية من قشور الليمون نحطوا الكمية اللي حبيتوا أنا اللي هنا حتت كمية مليحة شوية وراحة نديرهم فوق النار نشعل النار ونخلي هدك القهر السيطي ببلعقل حتى يدوب كامل يعني حتى نوالي كين ننقيسوا هكذا يا بلاكوية تمتم يتقطع تطرق قشرة الليمون من بعد نديروا في البلاندور ونرحيه تماما تماما حتى نتحصل على هاد النتيجة بعد ما تحصلت على هاد النتيجة نفرغها في اي إناء اللي تحبه أنا اللي هنا فرغتها في هاد الإناء البلاستيكي وراح نضيف عليها ملعقة تاعة ديسيخ تاعة ملح مغمى اللي نطيبو به ملعقة تانية واحدة أخرى تاعة حمض الليمون تلت ملاعق بيكاربونات السوديوم وراح نخلط كلش هنا ديجا رح نبدأ نشوف بلي رح يوقع تفاعل يعني رح تبدأ كيشغل تفور هديك الخلطة وراح توليكم نموس يعني ترجعكم نخلط غير بالعقل كيما رح نشوف اللي هنا يا هايلك حتى اللي لو انتحا رح يتغيري ولي أصفر يعني شغل فونسي نخلط ملح ملح ودوكا رح نجي نضيف لها كمية تاع الخل ضيفوا الخل انا ما نعطيكم يعني دوكا في الخل ما نعطيكم ش مقدار معين ديروا المهم كمية عخل وخلاص وخلطوا كلش ملح دوكا رح نشوفوا كيفاش نستعملوا دونك هاد الخلطة كيما الهنايا رح نستعملوا باش ننضف حاوب المطبخ درت شوية إيزيز تقدو حتى تستغنوا عليه لكن انا حبيت نديروا باش تكون عندي رغوة وراح نبليكي هادك الخلطة دينا نحك مليح 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 وراحين من بعد تشوفوا معايا النتيجة لبنات هاد الخلطة فعالة جدا على واش على الينوكس على الاليومينيوم على كل الأسطح لكن يعني الكترة على الاليومينيوم وعلى الينوكس تعطي نتيجة فعالة جدا 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 تقدو تستعملوا هاتاني على العيون تاعكم رح ينخرجوا يبرقوا الحوض تاعكم اللي ما غميت تاع الاليومينيوم اللي ما غميت تاع الينوكس لأواني كامل تاع الينوكس تاعكم تقدو تستعملوا فيها هاد الخلطة انا نحب نستعملها بزف بزف على الحوض لانه كل مرة نعرف بلاني رمية كمية من الليمون ونحنتخلص من الروائح الكريهة تاع الحوض احين شوفوا وصفة تانية باستعمال قشور الليمون ناخدوا لهنا يا امبول نديروا فيه نصف لتر من الماء وتاني كمية من قشور الليمون ديروا الكميات كيف كيف يعني اللي حبيته احين ناخدوا هذا الاناء نحطوه داخل الميكوونت تعنا ونشعلو الميكوونت ونخلوه يدور حوالي 3 دقايق 4 حتى الخمس دقايق المهم حتى يطلع البخار تاع هاداك الماء وهاداك القارص داخل الميكوونت تعنا كيتشوفوا الميكوونت تعكم تعمر بالبخار تجبدو الاناء تعكم وتغسلوا ولا تم مسحوا اذا كانوا ديطاش هاداك البخار تاع القارص راح يطر يهدو كل ديطاش تغسلهم بكل سهولة الى ما كان شمتاشي امسحوه فقط وراحين تكونوا عقمتوا الميكواند تاعكم نحيتوا منه كامل الروائح الكريهة تاع ربما الاطعمة اللي سخنتوها فيه ولا وراح تولي فيه غير ريحة ليمون منعشة وهيلا بزاف 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 ضغيما انا عجبوني هاد الوصفات وحبيت نشاركهم معكم خاصة انهم باستعمال امور الناس واحد اخرين راحين يرميوهم فلابوبيل فاحنا يا راحين نديروا بهم وصفات جد جد رائعة ونستعملوها في البيت بكل امان والنتيجة تحها هايلا بزاف فالا فالا حبوبات بهذا نكون الحقنا نهاية الفيديو تعنات عنها اليوم اللي نتمنى من كل قلبي انها تكون نفعتكم فادتكم استمتعتوا ان شاء الله بالمشاهدة تحها سيسلوك على بلكم وش ديرو ديرو الهاجام خلولي تعليق شباب وما تنسوش طابوني وفي القناة ديالي وكذلك تنضموا للصفحة تعيتها الانستغرام اللي هي مريم لايف ستايل انا دوكا معليا غنقلكم الى الفيديو المقبل دي سيلاتها اللي بزاف بزافر وحديكم وتبقاوا على خير يا ناس الخير